حبقوك كمان مش بس الجدعون سأل نفس السؤال عندما قال لله وهو يتحدث إليه يقول له ألست حبقوك واحد اتناشر ألست أنت منذ الأزل يا رب إلهي قدوسي وبعدين بيقول له عيناك أطهر من أن تنظراء الشر ولا تستطيع النظر إلى الجور فلما تنظر إلى الناهبين وتصمت حينما يبلع الشرير من هو أبر منه هذا هو سؤال الكثيرين والبعض يعتقد أن الله لا يهمه الله متجاهل الله بعيد والحقيقة أن الرب حنان ورحيم ورؤوف وطويل الروح حتى في سفر المزمير بتشوف هذا السؤال كمان بيتكرر في سفر المزمير يعني أين هو الله فإذا هذا سؤال البشرية المتألمة عبر العصور وعبر الأزمان أنه مش بس السؤال العادي منه إحنا الأشخاص العاديين ولكن سؤال من رجالات الله العظماء في القديم يعني عم بيستغربوا من الأوضاع اللي عم بتصيروا وينك أنت يا رب يعني لماذا تسكت وبيزيد عليه كمان الشيطان يغذي التشكك في الله يعني هو دايما العدو قال عنه الكتاب يفسد سبل الله المستقيمة فبيحاول كمان يوجد شكاية على الله هو فينا الرب الرب بيحبك هو الرب بيحب البشرية هكذا أحب الله العالم بجد ولو كان الله بيحب العالم ليه الله ساكت على هذه الأوضاع المقلوبة طبعا إحنا عاوزين نعالج هذا الموضوع ويعني نلقي الضوء على هذا الموضوع في غاية الأهمية لأنه بصراحة لا يمضي يوم إلا وأسأل هذا السؤال أحيانا بيكون الجواب صعب ولسيما أشخاص بتمر في ظروف قاهرة جدا لكن إحنا منعرف من كلمة الله أنه الله هو إله المحبة نعم هو إله صالح إله مكتوب أنه يعمل ويحول كل الأشياء للخير وأنا أكيد يعني الله في خطة أكبر دايما من اللي إحنا منشوفها في العين المجرد اشتركوا في القناة